اشتركوا في القناة ويجتمعوا عند بيت الله على القضاء على كبار الظلمة في زمانهم حددوا اكبر ظلمة في ذلك الزمان زمانهم ثلاثة في مقدمتهم علي بن أبي طالب خير الناس في زمانه رضي الله عنه وارضا عدوا في كبار الظلمة رؤوس الطغاة عدوا وتواعدوا على قتل هؤلاء الذين هم علي ومعاوية وعمر بن عاص في السابع عشر من رمضان وسبحان الله هذه بقيت سنة خارجية يتواعدون في رمضان لأن رمضان فيها النفوس تكون مطمئنة ومقبلة على الطاعة ولا يتصورون من يهجم عليهم فكثير من وهذا من ينظر في التاريخ يرى ذلك كثير من أعمالهم تكون في رمضان ومؤامراتهم يخططون تنفيذها في رمضان كثير من أزمنة التاريخ يرى ذلك الشاهد أنه لما أقدم على قتل علي وأشهر السيف واقتصالات الفجر قرأ الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي أنه يرى أن عمله هذا مما تشترى به أو تطلب به مرضات الله وينال به ثوابه سبحانه وتعالى أقصد أن الأمر في الفتنة يمر بمراحل فإذا أشرب القلب الفتنة لا يلوي على حق ولا يلتفت إلى هدى ولا يقيم لآيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وزن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر